بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم هزالة المشاهدين في حلقة جديدة من قناة المونت سياسة بنبيل النهاردة الموضوع بتاعنا يعني هيبقى شوية قريب من اللاندس كيب انت بتيجي تبني بيت او بتبني فيلا او بتبني السكن الخاص بيك بتيجي بعد كده تحط نخل او تحط زراعة ما بتفكرش او محدش بفكر شكل الزراعة بالنسبة للبيت يعني مثلا انت بنيت بيت عبارة معظم الاشكال اللي فيه مستطيلة مفهوش كرفات مفهوش دورانات ييجي المهندس او ييجي انت كشخص عادي او كابتاع ما ايش تقول لك والله انا هحط لك هنا نخلة انا هحط لك هنا لا تصميم البيت بينعكس بالاجاب على شكل الشجرة او شكل النخلة او شكل الزراعة اللي انت هتحطها في بيتك بمعنى انت عندك فيلا دورين مثلا على سبيل المثال الفيلا واخدى للشكل المديول او الشكل المستطيل او الشكل المربع تمام يبقى انا لازم اقصر ملل شكل البيت اللي انا احط نخيل او احط زراعة تكون الجزع بتاعها منحني نوعا ما بحيث ما يكونش عندي شكل الزراعة كمان راضد على شكل البيت بنفس المديول او نفس شكل التصميم بتاعه انا عندي مثلا فيلا او بيت في كيرفات فيها شكل ديكورات في الدروة دائرية فيها غرفة المعيشة مثلا جاية بشكل دائري الشبابيك جاية بشكل دائرية يبقى لازم احط النخل بتاعي عشان اقصر حدة الدورانات اللي موجودة عندي في التصميم اللي انا احط مثلا نخلة تكون مستقيمة ومستوية زي مثلا النخل الرخامي او النخيل ما تكونش ميلة او جوز الهند وما الى ذلك يبقى انا زي ما بقوله اظهرت التصميم بتاعي بالزراعة وفي نفس الوقت اظهرت الزراعة بالتصميم وعملت كسر ما بين تصميمي للمعماري وبين اللاندسكيب بتاعي ما بقاش زي ما بقوله فيه ملل في الرؤية لا انا عكست تماما تصميمي او شكل الشجر بتاعي او شكل اللاندسكيب بتاعي عكسته عن شكل المبنى عشان ما حسش بملل وما حسش اللي العناصر عندي بتتقرر سواء طولية سواء كيرفات فلازم دي تكون عكس دي طبعا تتحط في اماكن معينة في المبنى عندك او في الموقع العام عندك عشان تظهر المنشأ بتاعك وتظهر جمال تصميمك بالنسبة للتصميم الفيلا او شكل الشباك او شكل البلكونة او شكل الدروة وما الى ذلك فلازم وانت بتختار عناصر الزراعة بتاعتك في الموقع العام لازم بتراعي حتة شكل التصميم بتاعك وانا بقولها تاني بتراعي شكل التصميم بتاعك وبتشوف اللي بيتناسب وبيكسر حدة التصميم بحيث اللي حتى التصميم المعمال بتاعك هيكون واضح يعني اللي احنا بنحط لاندسكيب او الشجر او النخل وما الى ذلك باشكال مختلفة تتناسب مع التصميم بتاعك عشان ما تديش ملل وفي نفس الوقت اظهر التصميم وجمال المنشأ بتاعي الحلقة كانت بسيطة بس تاخد بالك دايما وانت بتعمل لاندسكيب وتحبت اعمال الزراعة بتاعتك عشان اظهار التصميمك ميروحش او انت زي ما بقولوا فاتمنى الحلقة تكون عجبتكم بإذن الرحمن وعجبتكم الصور اللي احنا حطناها في الحلقة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان نسلكم كل حلقاتنا بإذن الرحمن كان معكم مهندس حيثم نبيل ويومكم سعيد